متهيئ لي موضوعش يعني فيه طرفين معنيين يعني فيه طرفين معنيين في الموضوع نعم بس خليني بس أرجع مرة تانية وزي ما قلت لحضرتك وفيه واضح وإن فيه حالة من عدم الثقة ما بين الطرفين وفيه ناس شهود يعني وفيه شهود كتير جدا أو ناس كتير جدا بتفتكر المشهد ده بالنفس مشهد 28 نفس العنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين وكلام ده كله والفيديوهات الموجودة فإيمكن الحالة دي عشان ترجع مرة تانية محتاجين يمكن قرارات حاسمة أكتر يمكن عايزة عرف طبعا من ممكن تأسر حضرتك تعليقك على الاستفتاء الشعبي اللي طالب به المشير في حالة تسليم السلطة لا هي المسألة طبعا ما توصلش لاستفتاء شعبي هو بالأمس خطاب السيد المشير اجتمل على نقاط هام لكنها متأخرة وذكرتني بنفس السيناريو القديم كان على السيد المشير على المجلس العسكري فور انفجار الأحداث في مدان التحرير أن يكون هناك حسب اعتاد المسؤولين في مصر يعني هذه السلسلة من الإجراءات أن تتخذ قرارات كرد فاعل وليس كفاعل حكومة شرف بصم الشعب المصري بأصابعه العشر منذ شهور طويلة أنها فتلت طالب المصريين بكل أطيافهم بضرورة تفعيل قانون العزل السياسي وهناك قضايا صدر فيها أحكام ضد من يطلق عليهم فلول النظام السابق وفلول الحزب الوطني وأعادت محاكم أعلى إلغاء هذه الأحكام لو أن هذه القرارات لو أن المجلس العسكري أقال حكومة شرف ولو أن المجلس العسكري أصدر قرارا بقانون العزل السياسي منذ أسابيع لا أقول شهور لكان الوضع اختلف تماما مسألة الاستفتاء الشعب أنا شخصيا سأتحدث كمواطن مصري أنا لست مع تسليم المجلس العسكري في السلطة الآن لابد أن يسلمها إلى رئاسة منتخبة وإلى برلمان منتخب لأن السؤال الذي أسأله خلف أو بعد تسليمه إلى من سيسلم السلطة؟ هذا سؤال شرع المصري كله إلى من؟ القانون أو الدستور المصري يقول لرئيس مجل الشعب ما فيش رئيس مجل الشعب رئيس المحكمة الدستورية العلي إذا كان رئيس المجلس العسكري أو المجلس العسكري وهو جهة عسكرية منظمة مشهود لها طوال التاريخ بوطنياتها ولا يستطيع أحد أن يزايد على ذلك لا طبعا المجلس العسكري هي جهة والقوات المسلحة القوات المسلحة هي أول جهاز وطني في مصر فكيف نسلمها إلى رئيس المحكمة الدستورية العلي؟ وكيف سيديرها رئيس المحكمة الدستورية العلي؟ ومن سيديرها معه؟ إذا عادت القوات المسلحة إلى سكناتها وأخلط الشارع وأخلط مصر تماما وعادت إلى مهمتها التي تؤديها وهي حماية أراضي مصر وحدود مصر من سيدير مصر؟ نحن لم نتفق حتى الآن يعني على عصام شرف حملناه على الأعناق في مدان التحرير وقلنا أنها حكومة الثورة أول سيب يقال أنها حكومة تسيير أعمال للفترة الانتقالية بس ما لأياني ما فيش صلاحيات أول لحكومة طبعا هي ما فيش صلاحيات يعني هو الحكومة يعني أنا في وجهة نظري كانت مجرد سكرتاريا ممكن أن يتم الاتفاق على حكومة إنقاذ وطني تضم جميع الأطياف ليه ما نعملش حكومة يترقسها الدكتور البرادع ليه ما نعملش حكومة يترقسها السيد عمرو موس ليه ما نعملش حكومة دكتور عبد المناء بفتوء من عبد المناء بفتوء هو رجل مشهود له طبعا نتفق على حكومة ونعطي لهذه الحكومة صلاحيات بالزبط تكون تمثل كل أطياف الشعب المصري لكن لا يمكن أن أسلم مجلس الرئاسة الآن أنا لا أريد يعني أن أنفصل عن الموجودين في التحرير عندما أقول أن مصر ليس كلها في التحرير لا طبعا مصر تسعوين يعني هناك مظاهرات مكتومة في النفوس تقول الشعب يريد إنقاذ الرغيف صحيح يعني الحالة الاقتصادية أنا لا أريد أن أتحدث فيقال أنني من الذين يخوفون لكن كلنا نعيش ونعاني ولا بد أن نضع مصر أولاً أمام أعيننا شعباً كم ده أحسن ختم أختم بيه مع حضرتك النهاردة فعلاً لأن لازم نحط مصلحة مصر فوق الجميع الجميع طبعاً نتمنى طبعاً الكاتب الصحفي عمر حسنيني رئيس قسم الحوادث بجريدة المصر اليوم بنشهر حريك على وجودك معنا شكراً وإن شاء الله أكيد هيكون لنا لقاءات تانية ونتمنى طبعاً العنف يتوقف تماماً إن شاء الله لما نتقل مرة أخرى تكون مصر في أمان وفي خير وفي سلام إن شاء الله نفاصل ونعود ونكمل معكم بفكرة نهارك سعيد